سين إذا لم يتمكن الخاطب برؤية مخطوبته لأول مرة من تحديد موقفه منها ولم يصل بذلك إلى قناعة تامة فهل يجوز له طلب تكرار الرؤية والجلوس مع المخطوبة والحال هذه جيم يجوز للخاطب أن ينظر للمخطوبة ويجلس معها ويحادثها ولو تكرر ذلك أكثر من مرة ما دام مترددا ويهدف للوصول إلى قناعة تامة وقبول كل منهما بالآخر شريطة أن يكون ذلك دون خلوة وفي حدود الكلام المباح والمعتاد فإذا جزم بالخطبة أو عدمها رجع الحكم إلى الأصل وهو تحريم النظر إليها لأن سبب الإباحة قد زال ويدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل قال الشيخ ابن عثيمين يجوز أن يكرر النظر إليها فإذا كان لم يجد في أول مرة ما يدعوه إلى نكاحها فلينظر مرة ثانية وثالثة وجاء في الموسوعة الفقهية يجوز تكرار النظر إن احتاج إليه ليتبين هيئتها فلا يندم بعد النكاح إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظره ترجمة نانسي قنقر